بعد أن أمضى سنوات ولايته مالي الدنيا وشاغل الناس بتصريحاته وسخريته اللاذعة بقراراته التنفيذية ذات التوقيع الفني الكبير اختفى فجأة حس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللهم إلا عندما شخر من تعثر جو بايدن على سلم الطائرة لكن بشكل عام حساباته مغلقة ليس له ظهور أو حضور جيد أو جديد على نشرات الأخبار وعناوينها إلى أن ظهر في مؤتمر الحزب الجمهوري في كارولاين الشمالية وخطب بمؤيديه ساعة ونصفا ثم ألمح إلى ترشحه مرة أخرى للرئاسة في 2024 باواجرين باواجرين والمتعارات يحتوى أنه سيحدث لكي تتأثر عباراته ونحن نساعدت لن يتأثر ق empowerment هذا ما يكون هناك ونحن نحتاجه وأنتم ونزيد ان تحصل على الرئاسة إلى مرة أخرى في آخر دعكم من الخطاب والوعود والتلميحات فهناك من يدقق بأصغر التفاصيل يكبر الصورة على الآيباد هكذا يجد شيئا يتحدث عنه لم يتعثر لم ينشف ريقه ماذا به ماذا لاحظوا سأريكم ماذا لاحظوا وهنا تبدو الملاحظة دققوا وكبروا الصورة في زوم إلى بنطاله ماذا سيجدون في هذا البنطال ماذا يخبئ به ربما وجدوا شيئا سأريكم ما وجدوا بكل بساطة هذا ما وجدوه لاحظوا شيئا أين سحاب البنطال لا يوجد سحاب هذه درزة وليس سحاب إذن ترامب يرتدي البنطال بالمقلوب يعني إذا خلع هذا الجاكيت ستجد السحاب في الخلف طبعا مغردون العرب وصلهم هذا الفيديو وصلتهم تغريدات الأمريكان وحاولوا حل هذه المعضلة جون يقول لا البنطالون هذا بدكة يعني مثل سراويل الأمومة ولكن للرجال لذلك لا يوجد سحاب لديه تفسير محلي جدا لأن الدكة غير موجودة في أمريكا أحمد عطية يقول ترامب قاسد يلبس البنطال بالمقلوب بيقلد الهيب هوب بس شكله جميل بالنسبة لهذه التغريدة أتت من سوار دققت بالنظر طويل أن يبدو أن السحاب على الموضة مخفي وبعدين مستحيل يلبسه مقلوبا فرضا شرب كمية من الماء وأراد الذهاب إلى الحمام منطق سالي تقول بنطرون بالمقلوب بدون ما ينتبهه إذا لم يكن الفيديو مدبلج أي مفبرك فهو يريد أن يوصل رسالة ما على كل حال هناك موقع أمريكي اسم هذا الموقع الأمريكي اسمه سنوبس هذا الموقع تحقق من صحة المعلومات وقال إنه دقق جيدا في كل الفيديوهات والصور وأن ترامب كان يلبس البنطال بالشكل الصحيح والسحاب كان موجودا ولم يكن لا دكة ولا شروال ولا فيزين فيزون بمطاطة حسم الجدل شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة